اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته حياكم الله في بودكاستكم بودكاست جامعة الأمير محمد الفهد اليوم نرحب ضيفنا الغالي والعزيز أخونا الطالب سلطان الزهراني سلطان كان له مسيرة مثرية ومليئة بالتحديات في الصين وانتقل الآن إلى جامعة الأمير محمد الفهد سلطان رايح حدثنا في هذه الحلقة عن تجربته في الصين وتجربته في جامعة الأمير محمد وأيضاً بحدثنا عن تجربته كنائب الرئيس لنادي سماء الطلابي في الجامعة نقول لحياك الله سلطان الله يحييك أخوي بهاء وسعيد بتواجدي معكم اليوم سلطان أنا في هذا الحوار قاعدت أفكر كثير قبل لا أصور معك لأن بالعادة أدور سؤال سؤالين عشرة بس معاك قاعدت أبحر في الأسئلة مع الإعداد أشوف إيش ممكن أقول إيش ممكن أسأل لكن بعد ما بحثت وسألت تبين لي أنك ناوي تسوي مؤتمر عن اللغة الصينية في الجامعة هل تشاهد أنمي كثير؟ ولا ليش المؤتمر هذا؟ نعم طبعاً هو ليش مؤتمر بقدر ما هو محاضرة لأنه لما جيت هنا للجامعة كثير كان عندهم تساؤلات عن دراستي في الصين فمنها مثلاً هل تتابع أنمي؟ طبعاً الأنمي هو فني ياباني طبعاً أنمي بشكل عام هو الأنميشن لكن مشتهر في الياباني يعني ما هو صيني؟ فيه أنمي صيني عموماً لست ممتابعين الأنمي وكنت تقدر يعني أني تابع عموماً نعم فلاحظت أن كثير من الطلاب والزملاء عندهم أسئلة عن مرحلتي في الصين والدراسة في الصين وعن اللغة الصينية تحديداً فقلت ليش ما أسوي محاضرة مثلاً تفاعلية الكل مرحب به للحضور في الجامعة تمثل مقدمة مبسطة مختصرة عن اللغة الصينية وعن شيء من الثقافة الصينية فنعم هذا كان هذه الفكرة وهذا الهدف حل سلطان أنا قبل لا أدخل في مسيرتك الأكاديمية واللاكاديمية في الصين أو خارج مملكة واضح لي أنك حبلت الثقافة الصينية يعني شيء أي أحد يبغي سواء معتمر عن تجربة هو أخاضها لسنة أو سنتين أو حتى ثلاث أكيد أنه أحبها ولا أنا غلطان نعم نعم طبعاً كشاب صغير أذكر سافرتي الصين أول مرة كان عملي ثمانتعش سنة كنت توني يعني أصلاً وقتها كنت ما كنت سافرت يعني خارج مملكة في دولة مثلاً غير مسلمة مثلاً وغير عربية قوى ما كنت في الرياض في جامعة الأمير جامعة الأمير سلطان في الرياض درسنا تقريبا شهرين لغة صينية طبعا اخفيك ممكن ما اخفيك اول اسبوعين ثلاثة سبيع ما كنت فاهم اي شيء في الحصة كنا ندرس لغة صينية كان مكثف يعني اربع ساعات او خمس ساعات في اليوم في اليوم وعلى اسبوعي وكنا يمكن في الفصل هذا كنا بس ثلاثة الطلاب بس طيب وبعد اول يوم الطال بالثالث انسحب فصرنا اثنين وجلسنا احنا اثنين في فصل واحد خمس او ست ساعات في اليوم مع الدكتور اشرحنا لغة صينية اذكر زميلي في ذاك الوقت اللي هو معي اللي هو فيصل الفرج الذي كان يتابعنا رسول الله تحية اذكر قلت له يعني بعد ما سافرنا قلت له تدري يا فيصل انه طول ذلك الفترة ما كنت فاهم شيء بس ما كنت اقول لك وقال حتى لو ما كنت فاهم شيء بس ما كنت اقول له كنا نمشي ذا الامور يعني الحياة تمشي ايه الحياة تمشي يعني الهومورك نجي نحل الهومورك مفهمين شيء بس نحط اي شيء عادي بس الحمدلله يعني سافرنا مع بعض للصين اه تعرفنا دخلنا هناك جامعة طبعا سنة اولى لغة بس لغة بس لغة ايه فدرسنا لغة صينية كذلك مكثفة هناك لكن مع معلمة معلمة صينية وكذلك مع طلاب اجانب اخرين بعدين مع الوقت في شيء اللي هو المنحنة التعلم في البداية يكون تطور بسيط لا يكاد لا يكاد يكون ملحوظا سرح لي اكثر انت لا انت بتتعلم شيء جديد لغة او مهارة او اي شيء في البداية قول اول شهر اول شهرين ثلاثة اشهر ما بتلاحظ اي تطور انت بتشوف نفسك مثل اول يوم بديت نفسك الان لان منحنة التعلم هذا يعني يمشي او ينمو ببطء بعد فترة معينة على حسب جهدك يبدأ هذا المنحنة يرتفع وتبدأ تلاحظ تلاحظ التطورات فعلا فذيك الفترة اول شهرين ثلاثة ما كنا فهم ما كنا لاحظ التطور لكن بعد فترة تتراكم هذه الفروقات الصغيرة فتبدأ تشكل معالم التغير الجديد الموجود ففي ذيك الفترة يعني لما رحنا الصين ودرسنا لغة صينية في جامعة صينية واستعانة بما درسنا من سابقا في السعودية قدرنا فعلا نطور يعني بدنا نفهم اللغة حبيت الثقافة صرت احب اخوض محادثات مثلا مع الزملائي سواء الجانب او الصينيين حبيت الثقافة صدق ووجدت فعلا فيه تشابه بيننا وان كانت اللغات مختلفة لكن وجدت تشابه بين ثقافاتنا يعني كثقافة الشعب الصيني والشعب السعودي يعني فيه تشابه فيه تشابه كبير نعم انا اعرف ان كل الشعبين اللي يتميزوا بالهاي كولترال انتليجنس نعم انهم يهتموا في الكولتر يهتموا في العائلة يهتموا في الأشياء هذه نعم طيب كامك مثري بس انا اعرف اكثر عن مسيرتك الدراسية مسيرتك الاكاديمية اكاديمية بالأصح نعم من الصين الى محمد الفهد من شانجهاي الى الهاف مون الى الهاف مون نعم طبعا قبل الصين انا كنت في ثانوية الرواد طبعا هذه كانت الثانوية اعتقد في ذاك الوقت كانت الثانوية الوحيدة في المملكة العربية السعودية الثانوية الحكومية الوحيدة اللي فيها التعليم بالايباد يعني كان عندنا تابلوتس اوه كنت متطورين ايه هذا كان عام 2017 عام 2015 فكنا تابلوتس وعندنا شيء اسمه منظومة معرفة طبعا هذه تابعة الهيئة ملكية في الجبال فكنا متطورين وكنا نعطى حصص قدرات من اول ثانوية ندخل ما شاء الله حصص قدرات وتحصيلي اسبوعية فهذا الشيء يساعدك على العموم جاءت فترة الثانية ثانوية القدرات جاء اسبوع القدرات اول اختبار اتفاجأ باني اعلى درجة في الدفعة ما شاء الله كم كانت 97 ما شاء الله تبارك الله ذكرت اسبوع واحد بس كان عندكم كلاسات كان لكلاسات نعم فكان عندي فكرة جيدة ففي ذاك الوقت يعني لو تذكر الدفعات طبعا في كل ترم في نشرة يعني تنشر العشرة الاوال في حساب المدرسة انا ما كنت على نشرة هذه دائما يعني كنت عليها اخذ ترملي في الجامعة اخذ ترملي في الثانوية عجيب ايه لكن بعدين نسمع والله الناس سلطان سلطان جاء كذا فصرت لا يعني اعتبر اني لا والله من المصاف على العموم فرحنا الى خلصنا التحصيل للحمد خلصنا الثانوية قبلت في طبعا قبل ارجع انا من اليوم اني في سادس ابتدائي او خامس ابتدائي اول متوسط كنت عندي شغف عجيب بفكرة البتعث اذكر كنت تابعني على بدايات البرامج اليوتيوب الاستقلالية او ايش الحالة كل فلوقات لليوتيوب ايه وقتها كانت بداية البرامج اليوتيوب وهذه فكان في مسلسل ليس برنامج مسلسل اسمه شقة العيال معروفة اعتقد كان عاجبني جدا فكرة انه شباب في امريكا يعني كنت جدا اي شيء في البتعات كنت تتابع وحبه وكانت الفكرة هذه عالقة برأسي انه لازم ابتعث فالحمد الله قبلت في ابتعاث ارامك وابتعاث سابك ما شاء الله تبارك الله والله سلطان شكلك كنت طالبة تروح الاختبار مذاكر وماكن الكتاب وتقول لا والله ما ذكرت فالثانوي بس في المتوسط الله الله يوريك والله ايه بس تطورها الحمد الله طيب قبلت في ابتعاث ارامك واسعابك نعم انا عارف نكم اهل جبال دائما من اهل جبال من حازين لطلب سابك عكسنا حنا الضهراء والدماء صح طيب نقول لي كيف انقبلت في ابتعاث سابك طبعا اذكر وقتها كنت انا مقبول الارامكو تختبر الاختبار له السي بي سي اختبرته اه 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 جتني النتيجة انه قبلت نعم تخصص هندسة بترول وطبعا يعني ابتعاث ارامكو يكون من بدري هو يعطيك النتائج وقتها كان في اشاعات انه ابتعاث سابك وابتعاث سابك انه السنة اللي قبلها كان مقفل ما فيه كان جديد سابك لا له من اول بس في سنة واحدة وقف فيها في 2018 ف في 2018 وقف ف 2019 كان في اشاعات انه بيرجع تأخر شوي بس ارسلوا لي رابط فعلا قالوا ابتعاث سابك ترشيح واسجل بياناتك اني أنف ايه فسجلت وعطيت الأولويات والتخصصات والدول كذلك حتى ما حطيت الصين على ما حطيت الصين حطيت الصين حطيت أول شيء طبعا نوقتها كنت تتابع كورة كثير كنت تتابع بريمير ليك حطيت بريطانيا أول شيء كنت اتропروح تتابع بمريات يعني هذي الخطة من اولها ما فيه دراسة حطيت بريطانيا بعدها حطيت الامريكا وبدها حطيت فرنسا كانت على الخيارات فرنسا حطيت فرنسا شك لك تابع امريكا فوتبول هنا اوه اكتب يتابع مانشتر سيتي وكان في الصين بس مستحيل اروح الصين ايه ولا في البانا ابدا طبعا انا رحت دخلت مقابلة سابق كانت في الخبر واذكر انه سألوني سؤلت في المقابلة يعني هل لو نرسلك الصين تروح طبعا انا فكرت الرجال يمزح وقلت له اوكي ما عندي مشكلة يعني عادي اروح دوس ودوس معك ايه قال احطك صدق قلت حطني هنا في مشكلة عادي فأنا حسبته يمزح وطلعت من المقابلة عموما وقلت يعني ما في مشكلة خلاص يعني شو قبلت ما قبلت الوضع ما يهمني يعني انا مقبول في ارام كل حمد لله طيب فبعدها بسبوعين وكنت هنا تابع كذا مسألة سهل وجالس فجأت التليفون دقع لي اللي هو الساد صالح عبد القادر كان الادفايزر حقي لاحقا في سابق قال مبروك سلطان تحيه ونصول الله طبعا قال له سلطان انت قبلت في رغبتك الاولى الهندسة كيميائية في جمهورية الصين الشعبية لا اله الا الله اين انا قلت كيف هذا يعني انا حطيته في الرابط اصلا وطلع كلام الرجال صدقيا ما كان يمزح طبعا وقتها رفعت يعني مثلا حاول التغيير رفعته ارسلت ايميل لازم تغيروني انا ما حطيته في الرابط بس لا يعني السلولي قالوا انه هذا خلاص اخذها اخر قرار واما تروح الصين او هذا يعني هذا المعروض وهذا ما قبلت فيه مهم فوقتها يعني كنت محتار استشارت عديد من الاصحاب وكذا لكن ارتحت زي ما قلت احنا اهل الجبال مرتاحين لسابق اكثر وبيئة سابق والمعيشة في الجبال الصناعية فقلت افضلت وجمال الجبال الصناعية نعم جمالها بلا شك فاخترت سابق قلت ما في مشكلة الصين نشوف نشوف موضوعها وتحديها هذا فرحت ارسلت الى طبعا درسنا في الرياض شهرين جامعة الامير السلطان مثل ما قلت وبعدها ارسلنا الى شانجهاي الصين طبعا مثل ما قلنا كنا اثنين بس دفعتنا دفعت سابق الصين 2019 طالبين فقط سلطان الزهراني وفيصل فرج كلكم من الهر الشرقية صحيح لهو من الرياض وصلنا لشانجهاي طبعا الحمدلله كان في شباب هناك من قبل دفعات سابق 2015 2016 2017 شباب ما قصروا معنا ساعدونا في كل شي فدرسنا في جامعة شانجهاي درسنا اللغة بسنة كاملة بس رجعت من بعد الترم الاول 2019 شهر سبتمبر او اوغسط اوه على اخر 2017 درست ترم رجعت اجازة للسعودية وبعدها بسبوعين حصلت كورونا هذي فصل اخر تماما طبعا كورونا في البداية ما كنا نعرف ايش هو خربت السين وجلس عليه يعني يحسب الترم الثاني كان اونلاين اونلاين ما هو مشكلة صراحة بس المشكلة ايش فرق التوقيت خمس ساعات ترى فتخيلت تفتح ساعة خمس الفجر وكلاسات الصين خصوصا ان تنسب مكثفة يعني يومك الدراسي 12 ساعة تقريبا من حيث كلاسات الصين كيف توصف تجربة الدراستك بلغة ثالثة انت تتكلم العربي وانا اعرف انك فصيح باعربي وبدون ما اتطرق لها كثيرا انا اعرف انك شاعر فصيح بلغة عربية وايضا تتحدث الانجليزية بطلاقة ما شاء الله عليك والان اكتشف انك تتحدث الصينية ايضا بالطلاقة كيف تصف هذه التجربة انك درست بلغة ثالثة جديدة عليك لأول مرة في حياتك في مجتمع جديد ايش الصعاب اللي فيها ايش تحديات نعم مثل ما قلت لكن في البداية ما كنت الاحظ تطور طبعا اللغة الصينية كنت اتعلمها بطريقتين يعني اذكر كان عندي الملزمة المادة اترجم الكلمة الصينية الى اللغة الانجليزية ثم الى العربية وكانت كذا وتفاجأت انه فعلا ترى اللغة الانجليزية كانت عندك ما هي ادفانتج اذا بتكون في الصين او بتدرس لغة ثالثة المعلومة هذه سمعتها من زميل اللي هناك كان قد قضى يعني عدة سنين هناك وقال للمعلومة قال انه اذا كانت انجليزيتك ممتازة بتطلع مع زملائك الاجانب تتكلمون انجليزي عكس اللي انجليزيته ما عنده انجليزي فيضطر يتكلم صيني بالعكس شفت الشباب اللي لغتهم من انجليزية ضعيفة لغتهم الصينية ممتازة جدا بطلاقة فكانت اللغة يعني اترجم الى الانجليزي ثم الى العربي صراحة وأكون معك صريح على ان لغتي الانجليزية ممتازة جدا يعني جبت سبعة في الـ لان ارى ان اللغة الصينية اسهل من اللغة الانجليزية اسهل بكثير نعم بكثير اسهل ما فيها التعقيد اللي في اللغة الايانجليزية ارى فيها انجليز تعقيد كثير مثلا اشكال الافعال اشكال الاسماء ing او ed او s لا لا في اللغة الصينية مثلا الفعل لها شكل واحد انا له شكل واحد الاسماء لها شكل واحد مجرد تركب الكلمة حتى ما فيها 폰ولك مثلا اللغة الصينية ما فيها تعلق ما فيها تعرف هذا الحرف؟ هاذه قبل هذا ولا هاذه قبل هذا؟ لا مجرد هي الكلمة رسمة كاملة الكلمة رسمة فإذا تعرف الرسمة فتعرف المعنى فأشفتها أبسط من اللغة الإنجليزية حتى تحب اللغة الصينية؟ نعم أحب اللغة الصينية الصينية أو الإنجليزية؟ كثقافة أو كلغة؟ كثقافة؟ أشوف اللغة الصينية شوف أرى أن اللغة الإنجليزية في زمننا هذا هي ضرورة يعني لا يستغنى عنها أبدا يعني للشخص اللي ما عنده لغة إنجليزية يسارع في تعلمها لأن هي ضرورة سواء في بيئة العمل في الحياة اليومية في كل مكان تقريبا تحتاج لغة إنجليزية لكن في نفس الوقت اللغة الصينية محملة بثقافة وبمعاني تشبه تلك التي في العربية يعني مثل ما نقول اللغة العربية لها عمق سواء في الأدب وغيره اللغة الصينية كذلك بعكس مثل اللغة الإنجليزية خصوصا نحن تعلمناها من الإعلام من الأفلام وما تجد لها تلك ذلك العمق مثلا فأرى اللغة الصينية تتميز بشيء لكن لا تزال اللغة الإنجليزية ضرورة صحيح تكلمنا عن الصين تكلمنا عن تجربة سعودية الصينية في شانكهاي نعم أنا أعرف أن الدرست في ثلاث جامعات صينية نعم والآن أنا أعرف أنك طالب سنة ثلاثة في جامعة الأمير أحمد بن فهد أنا أعلم أنك درست جامعة الأمير أحمد بن فهد لماذا اختر جامعة الأمير أحمد بن فهد هل سابق ساهمت في هذا الاختيار المايك لك نعم طبعا التحويل من الصين إلى طبعا درس في ثلاث جامعات صينية الأولى كانت شانجهاي انترناشنال ستديز يونيفورسيتي الثانية كانت تونجي يونيفورسيتي درس فيها سنة تحضيرية كورسات علمية للهندسة تحضيري والسنة الثالثة كانت في إيست شاينا يونيفورسيتي أو سايسن تكنولوجي وقتها كان معدل 3.2 من أربعة لكن الصين قولت باب الصين كانت مقفلةسب كورونا فكانت الرجعة صعبة فتناقشت مع الأدفايزر عندي في سابق وصف القرار أن نحول أفضل أول شيء دراسة أولاين ليست ترك الفعالية كورونا وبسبب فارق التوقيت كذلك فاستعبضت قرارات قالوا لي أنه حول إلى أي جامعة أختر أي جامعة في السعودية وأي تخصص ترغى فيه ونحول كلها شاهدت في المنطقة الشرقية كانت عندي جامعة ملك فهد باترون معادن وجامعة الأمير محمد بن فهد فاخترت جامعة الأمير محمد بن فهد أول شيء لأنه لي قريب هنا أو لي زي ما نقول جيل كذلك عمي تخرج من هنا نوجه له تحية نوجه له تحية عمي سعود والحمد لله ما شاء الله عليه شخص ناجح وشبت كذلك مخرجات الجامعة ممتازة عجبني فيها وقت ما دخلت الجامعة مكسلو كان موجود أم لا لا كان تخرج منه كان خريج نعم كان خريج فلكن أخذت منها العلومات مثلا كيف ترى الجامعة كيف كذا عجبني في الجامعة أنها تعطي الطالب الحرية الكاملة أو تعطيه نوع من القرار يعني عندك هنا ستودينت كونسل عندك مجالس طلابية تصويت مثلا عمي سعود كان رئيس نادي المالية فكان مثلا إذا اقترح رحلة مثلا الرياض مثلا أو رحلة لنادي المالية على طول تجد الجامعة تعاون النادي وتعاون الطلاب سواء بدعم مادي دعم معنوي أيا كان وهذا كذلك لمسته من في عدة أندية لاحقا في نادي سماء مثلا لمست هذا الدعم وكأن في جامعة نامير حمدين فهد الطالب لها محورية مميزة عكس مثلا باقي الجامعات يتميز أنا أشوف هذا الشيء في الجامعة أن الجامعة تتميز بأنها تعطي الطالب فرصة تعطي الطالب إمكاني أنه يطور من نفسه ذكرت هذا الشيء في الحلقة السابقة هو أن الجامعة تخليك تطور فيك الجزء القيادي فهذا شيء جميل وحورت في الجامعة يعني أنت شفت الدراسة في الصين وشفت الدراسة هنا ما الفرق الدراسة في الصين طبعا الدراسة في جامعات الصين والدراسة خصيصا في جامعة الأمير رحمد الفهد نعم طبعا الدراسة في الصين أنا أذكر كانت جميلة صراحة لكن يعيبها بغطل الدراسة يعني ترى أقل شيء الطبيعي أن تنزل 20 ساعة في الترميناك وأكثر من ذلك يعني دوامك الدراسي في الصين 12 الساعة يعني تيجي من النهار تطلع في الليل وكلاسات ولا بعض وكذلك الأذكرة الواجبات في المواد كانت يعني بالصفحات تحل هنا ممكن يعني صفحات كثيرة جدا يعني لدرجة ما تفضل باقي المواد أذكرة وجدت في جامعة الأمير رحمد الفهد أول شيء ما شاء الله الدكاترة أو أعضاهية التدريس كلهم تقريبا جاي من جامعات أو من أماكن جدا مرموقة لهم خبرات يعني سنين طويلة في أماكن من حول العالم وجدت هذا فعلا موجود كفاءات موجودة تعليم مستوى عالي جدا وكذلك المعلمين هنا أو الدكاترة هنا عندهم نوع من المراعاة للطالب لكن في نفس الوقت هو تعليم على مستوى عالي حالي أعتمد على الاندبندنسي حق الطالب أن الطالب يكون اندبندنسي وجامع هل تشوفت بالطالب اندبندنسي؟ كيف اندبندنسي ما فهمت عليك؟ يعني هل الطالب مستقل بتصرفاته إلى هذه الحرية؟ وأكيد في كل مكان ما في الحرية المطلقة لكن وجدت نعم في جامعة الأمير رحمد الفهد أن الطالب كثير من الدكاترة أقول يوطي للطالب الحرية مثلا يعني خصوصا في المواد الكور أنا أرى كذلك أن أكثر ما تتميز به جامعة الأمير رحمد الفهد وهذه المواد العامة والكور مثل مساحة مشتركة بين كل طالب الكمبيتنسيس هذي نسميها كومبيتنسيس بي اميو وهي تتمثل في كورسات كالليدرشيب تتذكر شي؟ أذكر المواد الكورة هذه المواد الكورة من أكثر المواد التي استفدت فيها تعلمك البحث العلمي أساسيات لديك ليدرشيب كريتكال أورال كمميكيشن تكنيكال كمميكيشن أرى أكثر مادة مهمة لشخص مقبل على مجال العمل وخيار موفق أنها كانت في آخر مواد كوم تتعلم فيها التواصل بين الشركات مع الشركات بين داخلياً أو خارجياً أرى جامعة أمير حدوثات تتميز بهذه المواد خصيصاً يعني تنمي في الطالب بأنواعها وكذلك مهارة حل المشاكل وفي كثير من هذه المواد الدكتور يعطيك المساحة يقول مثلاً هذا أسايمنت أبيك تبدع بالفكرة هذه طلع الفكرة التي تبغاها شوف مجالك مفتوح فلاحظت دعم من الدكاترة الذي يبداع الطالب كثير جداً مثل ما هو كذلك متواجد من إدارة الجامعة مع الأنديا الطلابية الآن قريباً انتقل إلى فترة الأنديا الطلابية نعم أنا ألاحظ يعني تكلمت معاك الحين عن شخصك سلطان نعم ووجدت فيك الفصاحة وجدت فيك أنك بايلينجول يعني ما بايلينجول ما بايلينجول ما شاء الله تبارك الله وأنك جرب تجارب ما جربوها جميع الطلاب أوصلتها لنا بطريقة صحيحة ومناسبة نعم قبل أن تقل إلى النادي أنت تاهمت في النشرة البريدية للجامعة أو أنت تسميها PMU Mail نعم هي جزء من الكميونجول كتبت عن شعر الهايكو نعم ما الذي خلّك تختار شعر الهايكو أنا من أول ما رفعت لي النص وصممته وإن شاء الله بيشوفوه قريب طباق الطلاب شفت شعر الهايكو إيه أنا أقومتها والمسؤول عن النيوزلتر أقومتها ولكن ما نخفيك ويأبروف ذلك ثقة فيك ولكن لماذا الهايكو حدّثنا عنه حدّثنا عنه يعني الشيء اللي جذبك فيه طبعا أول ما طلع موضوع النيوزلتر كنا بنسميها كنا نسميها بريد وعدة أسماء بادرت بنفسي قلت للمسؤولين قلت أنا أريد أن يكون لي صفحة أدبية بشكل عام أيا ما أكتب فيها يعني أكتب فيها شيء عن الأدب بشكل عام فعطيت هذه الفرصة بل قالوا ليكتب صفحتين حتى فجيت قلت أفكر إيش بأكتب مثلا حاولت أبتعد عن المواضيع المكررة كثيرا يعني هذا ما أحبت أكتب كأنه نشر أخبارية أو تقرير أو حبيت أكون موضوع جديد مختلف أغلب الطلاب يكن ما سمعوا عنه ونفس الوقت مكتوب بشكل مبسط وجميل شيء ممتع وهذا هو شعر الهايكو طبعا شعر الهايكو هو فن أو شعر ياباني يتميز بأنه قصير جدا فن القصيدة القصيرة جدا فقط ثلاثة أسطر قصيرة يعني 17 مقطع صوتي فهذه تكون فيها كثافة في المعنى مثل التقاطة صورة أنا يعبرت عنه أنه مثل فن التصوير قبل اختراع الكاميرا صورة بس فيه تأمل للطبيعة فذكرت فيه فن الهايكو وذكرت بعض الأمثلة كيف السطور وكيف تركيب القصيدة القصيدة الهايكو عجبني الفن هذا لأنه قرأت عنه من قبل وعجبت فيه كيف أنه قصير جدا لأنه كنت وقتها كنت عاني من مشكلة أني لما أقرأ قصيدة عربية خصوصا القديمات ما كنت أفهم المعاني وجدت فن الهايكو مبسط جميل وقصير ثلاثة أسطر تفهمها بشهولة جدا وتتأمل فيها فعجبت بهذا الفن حقيقة يعني إجابة كنت استناها من أسبوع من هنا نصل إلى آخر سؤال في المحور الأول من الحلقة وهو سؤال مهم لكل طالب في الجامعة وأنا كل الطلاب المقبلين عن الجامعة أنت كونك طالب سابق شخصيا كيف ترى نظرة شركة سابق والشركات الكبيرة في المملكة لجامعة أمير أحمد الفهد نعم طبعا لأن هناك لقاء سنوي لطلاب سابق في الجامعة وكل طلاب الجامعات بشكل عام جميع طلاب سابق يلتقون سنويا بالأدفايزر من سابق طبعا من قسم الهومن ريسورسز الموارد البشرية أو غيره يبحثون فيها مع الطالب إيه الجديدك كيف قاعد تسوي كيف وضعك يسألونك عن جميع مستجداتك وجدت اهتمام بي حتى آخر مرة أو آخر اللقاء قبل شهرين اللي قابلني من مركز أو من قسم الموارد البشرية من سابق هو الرجل هذا تخرج من جامعة أمير أحمد الفهد سنة 2020 ولا كان طالب سابق تخرج من سابق تخصص موارد بشرية ورح شركة يعني تخرج سنة 2020 تخرج من جامعة أمير أحمد الفهد نعم تخرج سنة 2020 وتوظف في شركة سنة ثم الآن هو موظفي سابق فوجدت حتى وكذلك يعني كثير من معارفي تخرجوا من الجامعة وتوظف في شركات كبيرة جدا فوجدت اهتمام من الشركات الكبيرة لطلابي الأمير أحمد الفهد لا أعلم لماذا لكن أعتقد أن الامتلاك يمنوع من هذه المهارات الناعمة التي هي soft skills يتميزون بها طلاب الجامعة صراحة ممكن هذا تفسيري ولا أعلم ما هي الحقيقة خلف هذه الظاهرة شكرا لك على هذه الإجابة وإن شاء الله أن طلاب الجامعة دائما رافعين راسها ليهم وراس الجامعة وراس الوطن سلطان من هنا ننتقل لمحورنا الثاني من الحلقة وهو نادي سماء الطلابي كونك نائب الرئيس لنادي سماء اللي أشوفه مو بس نادي لتعزيز قيم المجتمع بل أيضا النادي يزرع روح التطوع في الطالب حدثني على النادي أعطيني خلفية على النادي إيش أهدافه وإيش الدوافع ورا إنشاء نادي مثل هذا نعم طبعا نادي سماء أفتخر أني كنت أحد يعني أواء اللي أعضاء فيه وقصته باختصار أني أول تقريبا أول من أواء اللي أترام لي في الجامعة كنت متحمس لفكرة الانضمام إلى نادي جامعي كنت دائما أسمع إن إذا دخلت جامعة لا تجلس بس تأخذ حصتك وتطلع بس نعم كسعود؟ إيه من كل الناس تقريبا إنه لازم تكون طالب متفاعل ونشط في المجتمع يعني في الجامعة بشكل عام فكان فيه كلب فير تقريبا في كل ترم أعتقد أو في كل سنة يكون فيه أسبوع ثاني من الترم يكون فيه كلب فير مع رفض الأندية الطلابية بشكل عام فيها كل نادي يكون له بوث يعرض فيه فكرته يعرض فيه أنشطته ممكن تنضم للنادي فوقتها كنت متحمس أني أروح للكلب فير وكانت فكرتي أبغان نضم النادي تطوعي أو نادي اجتماعي يعطيني هذا التوازن بين الحياة الأكاديمية وبين المساهمات الاجتماعية والنشاط الجامعي بشكل عام فأذكرني رحت الكلب فير وكل حماس أدور أشوف النادي الأول النادي الثاني النادي الثالث درت الكلب فير كامل ما حصلت نادي في هذه الفكرة استغربت يعني جامعة ما فيها نادي تطوعي أو نادي اجتماعي تقريبا كل الأندية كانت نوعا ما أكاديمية أو تقنية أكثر لا تستهويني سراحة وين كان منها الذي يستهوي لي ما كان يعطيني ذلك التوازن يعني أنت مهندس سلطان نعم أنا مهندس فأحتاج شوي أفك من الجو هذا يعني يكون عندي شيء آخر صحيح فكانت خيبة أمل صراحة بعدها بسبوع كنت في الكافيتيريا يعني وجالس مع شباب فجأة جاني واحد وهو كان مؤسس سماء قال اسمي يا سلطان أنا عندي نادي تطوعي كنت بس هذي اللي أبغى أنا سجل اسمي الآن وحتى قال لي أرسلت توقيعك أصلت للتوقيع على الواتساب تفاجأت أن توقيعك صيني أنا أنا عارف أن التوقيعك صيني التوقيع بالصيني فما كتبوه سوى لي توقيع جديد فأنظمية النادي كنت من الأعضاء يعني وسوينا بعض الأنشطة أول ترم لنا كان أول نشاط لنا تقريبا وهو التوزيع للنباتات أو مثل النباتات هذه لتعزيز قيمة عمارة الأرض أكرني شاركت معكم فيها هذه نعم نعم ففكرة نادي سماء باختصار هي تعزيز القيم المجتمعية هو أكثر من مجرد نادي تطوعي يعني يندرج تحت أنشطة تطوعية كثيرة لكن هو في الأساس لتعزيز القيم الحميدة حلنا بعد شوي نبغي ننتقل للأنشطة فعلا تنشيط القيم الحميد نعم من هذا المنطلق قيم حميدة زي إيش؟ اللي ركزت عليها إلى الآن هي بشكل عام يتقصد إلى الآن إلى بخصوص الأنشطة اللي عملناها؟ ممكن يدخلني في الأنشطة والفعاليات اللي سوتوهم أغلب الأنشطة عندنا كانت قسمين تقريباً توعوي وإما تطوعي حلو نعم التوعوي كان المستهدف فيه بشكل رئيس طلاب الجامعة كان فيها أشياء توعوية كثيرة منها لما كان عمارة الأرض مثلاً كان فيها أسبوع قبل أسبوعين كان عندنا اليوم العالمي لمرض السكري يشرنا فيها بعض الأشياء التوعوية منها مقطع فيديو يمين ومنها أنشطة تطوعية كذلك هذه الأنشطة التطوعية تضيف للطالب ترى أكثر مما يعتقد هو يحسب أنه مجرد يعمل مساعدة كيد عاملة فقط بالعكس يتضيف لأكثر لشخصيتها لكن هذه الإضافة هم لا يلاحظها ممكن يلاحظها بعد الأنشطة النشاط الثاني الثالث الرابع يمكن بعد سنين يبدأ يلاحظ أو يمكن هو ما يلاحظ لكن الشخص الآخرين يلاحظون هذا التغير فيه تضيف الشخصية فعلاً مثل حب المساعدة وحب تعزز هذا الشعور فيه ومثل هذه المسؤولية أنا أشوفها تسقي بذرة الخير في الإنسان نعم فأنت لما الطالب يأتيك في الجامعة مثلاً وأنت تضم معاك في النادي ويكون معاك في أنشطة توعوية أنشطة تطوعية متنوعة طبعاً أنشطتنا رح نتطلق أها بعد قليل سلطان أنت حدثني عن الأهداف حدثني عن القيم التي تحزوها في النادي حدثتني عن بعض الأنشطة التي إن شاء الله نصل إلى أكثر منها كلمني عن طلاب الجامعة هل تشوف فيهم روح التطوع؟ هل تشوف أنك وصلت لطلاب يستنوك بس تكلمهم عشان تطوع؟ طبعاً بداية كل سنة أو بداية كل سنة تواجه تحدي في النادي وهو أن كثير من الأعضاء يتخرجون فتحتاج تستقطب أعضاء جدد التحدي هذا الحمد لله تقريباً نقفله من الكلاب فير المسألة ليس أنك تحصل عضو وإنما تحصل عضو فعلاً يؤمن بوظيفة أو مهمة النادي اللي هي فعلاً التطوع والمساهمة المجتمعية والتوعية لكن بشكل عام الأعضاء الموجودين فعلاً شغالين على عمل كبير والموجود في الجامعة مؤخراً لاحظ مثل هذه المساهمات من الأعضاء طبعاً عندنا قسمين للنادي فيه سما ميل رئيسنا إبراهيم الله يطيه العافية والشباب الموجودين للأعضاء الله يطيهم العافية الجهلة تحية إبراهيم من هنا تحية تحية استاهل وعندنا كذلك سما في ميل البنات ما يقصرون أنشطتهم ممتازة ومساهماتهم ممتازة وجميلة ورائعة وعندنا عدة أقسام في النادي طبعاً فيه الماركتينج فيه الـ HR فيه الكرياتيفيتي وفيه الفاينانس وأعتقد فيه كذلك قسم آخر عندنا أقسام متعددة وكلهم الشباب فيه شغالين على قدم وساق سلطان أنا أعرف أنك حاط شغفك وروحك في هذا النادي أنا متأكد أن أنا أشوفك تنظر لهذا النادي كصدقة صحة الله فإيش هي أكبر لحظة حسيت فيها بالشعور الفخر والإلهام وحسيت بروح تطوع فيك من يوم ما دخلت النادي أنا شاركت معاكم عدة مرات وكثير من المرات في نادي السماء لكن فيه إفنت من إفنتاتكم كان عندكم اللي هو الأطفال من دول همم استضافتهم لما كانت في السبورت سنتر أنك تستقبل هذون الأطفال وتسليهم وتتزرع الافتسامة في وجههم كان شيء يعني نزل دموعنا من الفرح وإن شاء الله أنكم تؤيدوا هذا الإفنت وبكون أول مشاركين معاكم فأنا متأكد أنه مو بس هذا الإفنت اللي أنت حسيت فيه بالفخر شاركني إفنت أنت حسيت فيه أن هذا النادي قاعد يترك بصمة جدا جميلة ومستحيدة أكثر نعم طبعا بخصوص زيارة دول همم للجامعة كانت السنة ماضية وإن شاء الله السنة هذه يعني خلال الفترة القادمة رح يكون لهم زيارة أخرى بالتعاون مع مركز حياة الطالب في الجامعة وإن شاء الله يكون نادي السماء هو الراعي لهذه الفعالية إن شاء الله يكون أول مشاركين معاكم إن شاء الله الله يحب يكشركم ونعم مثل ما قلت أنشطة سماء لاحظت فيها في جماليتها أنها متنوعة مثلا كان عندنا في الصيف الماضي زيارة المستشفى المؤسسة في الخبر زيارة المرضى معروفة في الإسلام بشكل عام وشفت صورها موجودة على حساب الجامعة الرسمية نعم جميلة جدا جزاكم الله خير وكذلك كان عندنا بداية الترمو هذا كان عندنا اللي هو تنظيف شاطئ الهافمون بالتعاون مع كذلك مركز حياة الطالب اللي يحدث كل سنة على معظم نعم بشكل سنوي أكلمنا عن هذا الأفنت أشتوذي فيه أنا شفتها ماما للأسف لم أتمكن من الحضور ولكن قل لي ما صار فيه طبعا الجامعة تنظم بشكل سنوي طبعا هذه للسنة الرابعة على التوالي أشر السماء شارك فيه نسختين منها طبعا سماء تقريبا بشكل رئيسي يكون مستلم التسجيل والتطوع داخل الفعالية بشكل عام لأنه يشارك فيها عدد كبير يشارك فيها منظمات كثير الهلال الأحمر الحرس الحدود فيه أندية غواصين كثيرة ما شاء الله السنة هذه أتوقع جاءنا ستين غواص أو ثمانين غواص سجلوا ناس كثير وغواصين جو تحت نزلوا في البحر وطلعوا نفايات إلى سطح الشاطئ وكان فيه ناس على الشاطئ ينظفون كذلك يجبعون النفايات طبعا المتطوعين من خارج الجامعة منهم ناس في عوائل جو عندنا الأندية النسائية عندك البتاليون سماء رواد كانوا موجودين هناك سووا فعاليات للأطفال وهابي منها الفيس باينتينج كان فيه ألعاب وما إلى ذلك للأطفال طبعا العوائل كان لدينا سماة ميل ماسكين التسجيل وتطوع كذلك فكانت فعالية شاركت فيها جهات كبيرة وأندية من الجامعة ومن خارج الجامعة والحمد لله نادي سماء كان لها المساهمة الرئيسة في تلك الفعالية نفخر بذلك سلطان النادي صار لسنتين صح؟ سنة ونص سنة ونص ليش سميتوا النادي سماء؟ سمينا النادي سماء من السماء يعني وكذلك من السمو يعني أعتقد كثير من أنشطة النادي ومجرد انضمامك النادي وتفاعلك فيه يعني يعطيك نوع من هذا السمو في القيم والأخلاق وكذلك تأثيره على طلاب الآخرين هذه فكرة النادي باختصار هي تعزيز القيم بشكل عامل سميناها السماء السماء هي سامية فعلا يعني عالية في السماء صح السماء سماء جميل 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 اسم يدل على قيم النادي طيب أنتو ناديكم زي ما قلنا خيري بحت لا طيب إيش تشوف مبادرة المبادرات اللي سويتوها أثرت على طلاب النادي كيف أثرتوا على طلاب النادي كيف يعني جاء طالب مثلا شارك معاك في هذا الإفنت مثلا قال لك لمس في شي إيش هذا إيش أكبر إفنت لمس طلاب أنا لاحظت أن كانت لنا مساهمة في شهر رمضان زرنا فيها كأعضاء نادي سماء إطعام مركزهم في الدمام جمعية إطعام جمعية إطعام نعم شاركنا في جمع الصناديق اللي هي الحزم صناديق صناديق الطعام الطعام اللي هي الرمضانية السلالة الرمضانية آها آها نعم للمحتاجين أساش فكرة شاركنا فيها كمجموعة كأعضاء سماء عدد كبير جمعنا عدد كبير من الصناديق من أنواع الأطعمة والأشربة فعلا لاحظت على الصعيد أنا شخصيا فعلا لاحظت فيها تغيير في نفسي تلك المشاركة بالذات أعتقد أنها كانت مميزة حتى على الأعواء الآخرين ما شاء الله كانت رمضان نعم الله يرزاكم خير هذا العجر قبل كل شيء طيب الأكيد رغم من كل هذه الأفنتات اللي تسووها الجامعة دعمتكم كيف كان دعم الجامعة لنادي سماء نعم مثل ما قلت لك في الجزء الأول من المحاجفتنا أعتقد أن كوني درست في عدة جامعات قبل الجامعة الأمير حفظ وفهد وخارج السعودية ما وجدت دعم للطالب مثل ما وجدت في جامعة الأمير محمد وفهد بكل صدق أقولها لك دعم الجامعة للأندية يعني دعم كبير جدا سواء دعم معنوي أو مادي كل الأنشطة مثلا أفكار جديدة في تحفيز كبير الإبداع من الجامعة صح أنا ما أقدر أقول لك لا فعلا وتشاهد هذا الدعم معنا هنا في النادي التواصل وكذلك في نادي سماء وعدة أندي أخرى بصراحة أنت تشوف تطور النوادي أمس أمس تاريخ 29 نوفمبر كان فيه 29 نوفمبر ما أعتقد كان أمس كان فيه إفنت لنادي المالية استضافه فيه أكثر من شخص وضيف كان فيه سيارات وكان فيه سوق السيارات في المملكة وفي الجهة الأخرى عند الفيميل كان فيه إفنت أيضا شوف كيف دعم الإفداع أخي أنا توقعت أن هذا كل من الجامعة إذا سويتها قابل زميمنا ناصر قال لي لا والله أنا إذا سويتها مع النادي يعني ممكن ترى لو فيه جامعة أخرى طالب يقتلح هذا أو نادي ممكن حتى ما يجي إفترض في الصين شف شيء زي كذا نرجع إلى شنكهاي نرجع إلى شنكهاي أغلب الأنشطة أنا شفت شيء ممثل لكن تكون بتنظيم الجامعة نفسها ما يكون فيه أنه نادي ينظم فعالية داخل الجامعة فيه المنتيشنز على الطالب فيه نوع من القيود بعكس هنا لاحظت حتى أغلب الأنشطة الموجودة في الجامعة أو كثير منها من الأندية النادي بنفسي عند الفكرة هذه يجيها بروفل من الجامعة يسوي كل من إله طبعا بدعم للجامعة دعم مادني كذلك مادني ومعنوي إن شاء الله لكل نادي ميزانية طبعا على المال نقطة إلينا السلطان وأكيد الطلاب اللي يسمعونه لازم يعرفوا أن الجامعة أعطيتك فل سببورت للنوادي كتحدي أكيد 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 فيه تحديات فيه تحديات جسيمة كانت على نادي السماء من بداية والآن أكيد فيه تحديات ما هي تلك التحديات أو ما هي التحديات الرئيسية التي واجهتكم وكيف ساهم سلطان وباقي الأعضاء في حلها نعم طبعا واجهنا في نادي السماء تقريبا أول ثانو كان عندنا مشكلة من عدم الوضوح وأعتقد هذا يتواجه كل نادي في البداية يكون فيه عدم وضوح في الأدوار أو في الأهلاف حتى خصوصا مع عادة الهيكرة التي واجهتها قريبا نعم فالحمد لله السنة هذه واجهنا هذه المشكلة بأن صار فيه تقسيم واضح للإدارات في النادي وصار فيه إدارات سواء التسويق المالية أو الموارد البشرية كلها تعمل بشكل مونفصل لكن متصل بنفس الوقت لكن كل قسم كل ديبارتمنت في النادي عنده هدف يشتغل عليه عندنا كذلك قسم الميديا مبدع فهذا تحدي الحمد لله تغلبنا عليه وطبعا كل تقسيم الإدارات كانت في رغبة الأعضاء فالعضو يقول أنا أفضل أكون في قسم الميديا أو في الـ HR يروح هناك فالسماء يشجع الديمقراطية على ما أرى طيب أنا أريد أن توقفك شوي الحين لتسمح لي ننتقل بعدين لسؤالنا نقطة أجدها مهمة وأظن تهم جميع الطلاب عندكم أقسام صحيح في مؤسسات صغيرة هنالش ألسم عندها أقسام عندكم في كنادي طوعي طلابي خيري بحث لديكم أقسام عدل لها تقريبا هي خمسة أو ستة نعم كم أشهم يعني طبعا عندك القسم الكرياتيفتي هذا معني بالأفكار جميل الأفكار الجديدة أعتقد في بدايتنا كسما كانت شوية في لخبطة بسبب أن اجتماعاتنا كان فيها كل شيء فيها كرياتيفتي وفيها فاينانس وفيها فالحمد لله لما قسمنا النادي سر كل قسم له هدف واضح الكرياتيفتي ما له علاقة في الفاينانس ولا فهي تقريبا عندنا خمسة أقسام عندك الكرياتيفتي عندك اللي هو السوشيال ميديا الميديا بشكل عام عندك الفاينانس عندك الـ HR عندك سبونسرشيب سبونسرشيب يبحث العلاقات مع مع البرانز بشكل عام يعني إذا عندك أنت بتسوي كود خصم مثلا أو كوبون أو بتسوي شراكة مثلا مع قاعد تأطي أشياء أيضا لما تسوي النادي نعم جميل هذه الأشياء البسيطة لها تأثير على الفرد في النادي أنا أتأكدنا هذا الشي بس اللي عاجبني أنكم قسمين نفسكم يعني قاعد تجهز الطالب أيضا أو العضو السوق العمل أن يعرف أنه فيه ديبارتمنت ويعرف أنه فيه تشكيل وهي إدارية وما إلى آخر طيب نرجع لنقطتنا الرئيسية ايش هو تحبي وكيف حليت أيوه نعم التحدي ومثل ما قلت لك في البداية كان عندنا عدم نوع من عدم الوضوح لكن الحمد لله تغلبنا عليه بهذا التقسيم في الأدوار كما تشوف أرى عملنا في سماء السنة هذه خصوصا أفضل بكثير من السابق وإن شاء الله السنة القادمة أفضل بكثير من نجاح نجاح إن شاء الله كذلك كان فيه تحدي مثل ما قلت لك في السابق نهاية كل سنة تقريبا في عدد من الطلاب يتخرجهم فيكون عندك نقص في العدد هذا النقص أنت لازم تملى استقطاب أعضاء جدد المشكلة أو التحدي ليس في استقطاب الأعضاء الجدد قدر ما هو استقطاب أعضاء فعلا مؤمنين بفكرة النادي وبهداف النادي كفاء بأحمال النادي نعم لازم تجمع عدد كبير من تكون كل تشوي تشك على كثير من المربعات حتى تجد العضو المناسب اللي فعلا يكون ذو أو ذو إسهام في النادي وفي أنشطة النادي بشكل عام لكن الحمد لله تقريبا كان عندنا عجز في عدد الأعضاء بداية السنة هذه الحمد لله ملأنا في فترة بسيطة جدا ولله الحمد تقريبا هذا كان أبرز تحديين واجهناهم في سماء لكن الله الحمد تقلبنا عليه الحمد لله من نجاح لنجاح إن شاء الله وما في عمل أو نادي أو أي institution تخله من التحديات طيب سماء نادي قيم سماء صالة سنة ونص ما هي رؤية سماء المستقبلية ما هي رؤية سماء المستقبلية للنادي نعم طبعا نادي سماء بالمقامة الأول لا يستهدف فقط عضاء سماء بل كذلك يستهدف طلاب جامعة تلمير الحمد للفاهد ككل نهدف إلى من خلال الكثير من الأنشطة البسيطة مايكرو إفنس وكذلك بعض الأنشطة الكبيرة والمساهمات الكبيرة مثل الزيارات الميدانية أو استقبال مثلا الزوار مثلا من ذوي الهمم أو كذلك الأعمال الخارجية مثل في شاطئ الهاف مول أو في جمعية الطعام أو غيرها إلى توعية العضو سماء أو كذلك توعية طالب جامعة تلمير حمد للفاهد عن مثل هذه القضايا فهو نادي مجتمعي ليس فقط بطلابي نعم هو يستهدف الطالب بشكل أول والطالب ينشر هذا الفكر إلى مجتمعه وإلى أسرته وإلى ما إلى ذلك سلطان كيف توزع نفسك بين السماء بين سلطان الطالب وسلطان في حياته العادية؟ نعم طب الحمد لله في سماء مو بس سلطان شغال عندنا الرئيس إبراهيم عندنا الشباب في باقي الأعضاء في سماء موجودين ما يقصرون وكذلك عندنا سماء في ميل ما يقصرون فالحمد لله أنا في البداية كان فيه تعب شوية في سماء لكن الحمد لله بعد توزيع المهام بشكل واضح قدرت بشكل بنوع ما أعرف أهدافي وفيه فيه تفاهم يعني هو أهم شيء التواصل في النادي تصوص النادي جامعي كلكم طلاب ممكن شخص جدول مختلف حل الآخر وشخص عنده تخصص صعب مثلاً أو شخص عنده دبل ميجر مثلاً فهو أهم شيء التفاهم بين الأعضاء لكن الحمد لله ما كانت عاقلي يعني أحاول بقدر الأمكان أكون متواجد إذا ما كنت متواجد بشخصي أكون متواجد مثلاً على تواصل على الواتس آب أو غيره أحاول بقدر الأمكان إذا ما كانت لي قدرة أكلم شخص صغير يعمل لعمل هذا فالحمد لله إلى الآن الأمور ممتازة قدرت أوازن بين المهمات يعني كطالب هندسة وكنائب رئيس النادي الله الحمد حلو جميل أنت نائب رئيس النادي الآن سلطان الزهراني كان عضو في نادي سماء والآن الفصل الأول من العام الدراسي 2023-2024 هو نائب الرئيس في نادي سماء كيف اختلف دور سلطان في النادي من عضوا إلى نائب رئيس وما هي الاختلافات التي تمت عليه طبعا تعييني كنائب رئيس جاء بطريقة غير مقصودة بنوع ما يعني يعني صار في نوع من هرمية أو مثل السلم وكان جاء الدور علي ففعلا اختلفت المهام ما كان لي نوع يعني مثلا لما كنت عضو ما كنت أعرف كيف كيف ينظم أصلا الأفنت مثلا وما كنت تعرف أنه حتى نتيب يا أخي ما أحد يعرف أول ما يدخل نادي يعني كيف تعرف أنت طالب شي جديد عليك طبيعي أنك ما تعرف يعني يعني مثلا جيني رسالة عندي لبكرة إفنت كذا الساعة 7 أو الساعة 8 تأتي تأتي مع القومة شكرا على إداراتهم لما تدخل الإدارة لا تفهم لأن فيها فيها مراحل كثيرة قبل قبل الإفنت قبل الرسالة الموضوع المتعب شوية على ما يقولون الغاثة اللي قبلها يحتاج شغل والله فأخذت صدمة في البداية بعدين استعبت الأمور وأحديت شوية الحمد لله بس العمل في الإدارة ممتع مثل ما العمل كعضو مريح وممتع كذلك بس مريح أكثر كعضو يعني بلا شك ممتع أنا أقدر أصير عضو من كل أندي الجامعية وما أتعب لأنه عادي أفنت وأحضر وأمشي بس غا كيف تكون أكتب هذا هو السؤال ايه تكون أكتب هو أهم شي يعني في العضو بالأكيد عندك أعضاء يطمحون أن يكونوا أفيتسرز في النادي نعم كيف ممكن العضو يتطور من عضو إلى إداري لا ينحصر الأربع أفيتسرز المعروفين ولكن هناك إداري في النادي نعم طبعا هو أهم شي في العضو التفاعل بشكل عام يعني مثل ما قلت طبعا أول شيء التفاعل التفرق أن الشخص يكون فعلا مهتم بفكرة النادي وكذلك التفاعل يعني الحضور عند الفعاليات يكون عنده أول شيء اللي هي الـ soft skills لازم تكون عنده متوفر عند الشخص أنواع مثل التواصل مهارات التواصل مهارات الذكاء العاطفي طبعا هذه مهارات لازم تكون عند الشخص اللي يكون إداري بشكل عام في أي مجال سواء على أنا بجيك إداريا بعدين إداريا أنا أبغى تخيل في سلطان بعدين كيف 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 تكون هذا الشخص النائب الرئيس ولكن كعضو أنا عضو أنا لحين جيت سجلت معك في نادي يا أخي أنا أبغى أكون إداري أنا أشوف نفسي ممكن أكون إداري أشوف نفسي كفه إلى هذا المنصب هل يأتي بالتدرج هل يأتي بالتدرج هل يأتي بالتكفه من بره كيف هي آلية الاختيار مخضح لذلك نعم طبعاً هي تأتي أولاً وآخراً بالتفاعل في النادي بشكل عام أنا أعتقد في فكرة أو نظرية معينة التي هي 20-80 أنه 20% من كذا يقومون بـ 80% من كذا أعتقد في سماء وتقييمها في كل الشركات وفي كل الأندية الجامعية عندنا 20% من التفاعل والعمل والشغل يأتي أو 80% من العمل والتفاعل والشغل يأتي من 20% من الأعضاء أو أمكن أكثر ما تشوف أن هذه مشكلة؟ هذا التقريباً أنا أقول لك أنها كنظرية ثابتة بس أقول أن هناك أقلية يعني أقول لك مثلاً 50% من الأعضاء هذه تعود عدة أسباب منها ترى عدم التفرر كثير من الطلاب ما عنده وقت فعلاً أو تحصل أن يصير تعارض مثلاً مع مرة ومرتين مع جدولها الدراسي أتمنى أن تقول العضو والله لا تحضر محاضرة أختيارة في نهاية النادي لكن هناك أعضاء تلاحظ فيهم لا أنه جالس يقدم مثلاً تضحيات حتى للنادي أو أنه فعلاً مؤمن أن النادي هذا يقدم لها شيء وهو جاهز يقدم للنادي شيء فمثل هذا الشخص لما يجلس عندك ترمين هو شغال في النادي ومتفاعل ويعمل على الصعيد كذلك في تطوعي وكذلك على العمل مثل ما يسمونه البيبر وورك وهذا هذا تأكيد يستحق بلا شك أنه يستحق أنه يكون إداري في النادي مشكلة أي قائد في العالم يوجهه أنه يرضي جميع أطراف طريقه كيف كيف والله جد هذا الشيء أنا بيعرف أنه أنا في بعض الأحيان نواجه مشاكل فيه كيف ترضي جميع أعضاء النادي أو كيف تحاول رضاهم أنا قبل فترة أخذت لي كورس طبعاً كورس متوفر أونلاين هو سهل يعني تأخذه حتى هو ميسك 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 اللي هو الكارير ريدي باتج أو هذا على عدة محاور هي فيها الكومينيكيشن ومن المحاور اللي فيها اموشل الانتليجنس الذكاء العاطفي يوم درست ندرسها هذه في كريتكالثينك بعد ايه درسناها في كريتكالثينك يوم درست الاموشل الانتليجنس أو اللي هو الذكاء العاطفي استوعبت أن هذه أكثر مهارة يحتاجها العضو حتى أو يحتاجها أي رئيس أو أي شخص إيكيو إيكيو الـ HR أو الهومن ريسورسز الموظفين الـ HR في كل الشركات تقريباً احتمالية أنه يختار شخص معدل أقل لكن عنده ذكاء عاطفي عالي ستكون أعلى من أنه يختار شخص ذكاء معدل وأعلى في الجامعة لكن عنده ذكاء عاطفي أقل الذكاء العاطفي أعتقد أنه مثل السوبر باور أو شيء طيب يحتاج كل عضو وكل كذلك أهم من ذلك كل إداري أن نقدر يدير التوازنات المختلفة الموجودة في النادي أو في الشركة أو في النادي في نهاية لا يوجد شيء كامل نعم فأعتقد أن الذكاء العاطفي يحتاج أي شخص أنه يعرف يدير هذه المنظمة بشكل عام جميل طيب هذه محاور كثيرة تحدثنا فيها لكن في شيء فأرحم بالأسار فيها ماذا تساهم أنت في العضو؟ لما يأتيك عضو ماذا يساهم فيه سماء؟ طبعاً سماء يعني كيف العضو ماذا يساهم فيه سماء؟ ماذا يساهم سماء في العضو؟ ماذا تساهم سماء في العضو؟ سؤالي وعلا تفكير طبعاً كثير يعتقد أن العمل التطوعي هو مجرد ما لا عائد إلا مثلاً الأجر مثلاً أو الأجر والإحساس المعنوي وهذا لكن في الواقع أن العمل التطوعي بشكل عام والعمل في سماء كذلك له عائد أكبر من مجرد عمل تطوعي عائد معنوي فقط بل كذلك فيه عائد كبير جداً وهو أن يكون عندك انكشاف على ناس مختلفين من تخصصات مختلفة يسموها نتوركينج معارف يكون عندك أشخاص تعرفهم في الجامعة أصحاب يعني أنا ممكن أول ما جيت للجامعة ما كنت أعرف ما كنت أعرف ناس كثير بس اندخلت سماسة تعرف هذا وعرف هذا وعرف هذا وتفاعل معهم شيء جميل أن يكون عندك شبكة علاقات أصحاب في الجامعة من النادي تعرفهم فهذا العائد الأول العائد الثاني أنه يضيف لك soft skills سواء من زي ما قلنا ذكاء عاطفي مهارات تواصل ثقة بالنفس إيمان بقدرتك على الإنجاز أنت لما يكون عندك مثلاً مهمة مثلاً صعبة تحصل أبروفل مثلاً أو تنظم فعالية مثلاً تنظيم الفعاليات مش سهل فلما تسوي هذا الشيء كراراً في النادي يسد عندك نوع من الأرياحية لما تواجه الصعوبات ولما تواجه يعني هذه مهارة حل المشاكل أنا أقولها بشكل عام إيه خلاص يعني أقول لك مثلاً عندما نرجع للصين الصين يعني واجهتني بأنواع المشاكل كثيرة مثلاً في سوصاً في أيام كورونا فلما تمرست على مهارة حل المشاكل هذه صار الموضوع بسيط عندي فأعتقد أن كذلك العمل في سماء يوفر لك هذه القدرات سواء من حل المشاكل وغيرها وكذلك معارف ومهارات soft skills بشتى أنواعها جميل جميل طيب محور ثاني من السؤال ماذا يساهم العضو في النادي مرة ثانية ماذا يساهم العضو؟ سمبل جابة بطير لأننا نتكلمه في موضوع من قبل ولكن نبقىها الحين هو العضو جزء لا يتجزأ من المنظومة بلا شك ومساهمته في النادي أكبر مما يعتقد هو إن كان يعني عضو داخل المنظومة عضو واحد فقط إلا أن مرات مساهمته حتى بالتحفيز المعنوي أنا دائما أركز لما نكون في نشاط خارجي مثلا أو في اجتماع وفي نوع من الإحباط أو الأجواء ليست جيدة أحاول دائما أنك تحفز الآخرين تمازح هذا تحفز هذا فما تدري قديش هذا الشيء يساعد المنظومة ككل حتى وتساهم في نجاح النادي ونجاح أهدافه فأعتقد أن أعضاء سماء المتواجدين جالسين يساهمون في هذا الشيء في النادي سواء داخل النادي أو خارج حتى للجامعة فأعتقد هذه مساهمة الأعضاء داخل سماء سلطان إيش مشاريكم الجديدة اللي مفكرين فيها إيش خططهم المستقبري طبعا ما قدر أحرق القادم لكن أقدر أقول لكم خلال الأسامع القادمة راح كون في زيارة من ذوي الهمم للجامعة نادي سماء راح يكون راعي لهذه الفعالية بالتعاون مع مركز حياة الطالب كذلك عندنا راح يكون فيه مشاركات تقريبا في الأيام العالمية مثلا راح يكون فيه مساهمات بسيطة من نادي سماء وإن شاء الله راح يكون فيها فعاليات كبيرة خصوصا الترم القادم لكن ما قدر أحكي كل التفاصيل هذا الموجود الآن جميل طيب نعرف هوا بعدين طيب الطلاب اللي بره النادي كيف يمكن سجلوا في هذه الفعالية وكيف يمكن سجلوا في النادي طبعا يمكنوا يتابعونا على آت سماء PMU في استقرام في تيك تاك وغيره حاليا عندنا اكتفاء في عدد العضاء لكن ممكن الترم القادم أو اللي بعده لكن غالبا الترم القادم إن شاء الله سيكون في شواغر وقتها نبحث مع كل الراغبين بالانضمام للنادي ونرحب بالجميع إن شاء الله رسالة أخيرة لطلاب PMU من نائب رئيس نادي سماء سوطان الزهراني أقول لطلاب الجامعة أنتم تحت إدارة صراحة عظيمة تدعم الطالب وتدعم إبداعه فاحرصوا على استغلال هذا الشيء أو هذه النعمة الموجودة عندكم ولا يعني تفرطوا فيها أبدا فهذا اللي بعطيها لطلاب الجامعة شكرا لك سوطان كانت حلقة مثرية وجميلة انتقلنا فيها من المحور الأول وهو حياتك من الصين إلى المملكة العربية السعودية في جامعة نيرحمد الفهد والمميزات اللي في الجامعة عن باقي جامعات الأخرى والمحور الثاني تكلمنا عن نادي سماء الطلابي وجزاكم والله خير مشكورين في هذا النادي على أعمال الخير اللي تخدموها شكرا لك وفرس سعيدة شكرا لك سعد بوجودين اليوم شكرا شكرا